هل قابلت ناس مش نفسين تعبنين ولا عندهم خلل نفسي إنما ناس عاديين وكانوا حاجة كويسة قوي بس حصل لهم الخبطة دي هو للأسف أنا عايز أقول لحضرتك إن الناس اللي إحنا بنساعدها أو بنلاقيها في الشارع اللي كان مدرس اللي كان دكتور اللي كان مهندس اللي كان تاجر كبير جداً اللي كان مليونير ورجع لأهله وناس كتير جداً يعني بنقابل ناس كتير إحنا عندنا مقيمين في الدار ناس معها دكتوراه وناس معها كلية هندسة وأهلهم لسا متعرفوش عليهم لحد الوقت لا بسهولة تعالوا برضو نتكلم عن الجانب الإيجابي بتاع محمود إنه محمود مثلاً يبتدى يعمل ده لو جينا فكرنا في الجانب السلبي من الناحية التانية هل تفتكر إن ممكن أهل يبقى متعرفين على واحد منهم وبرضو مش ما أخدوش هل ممكن أنا أعتذر النمو فاهم مصدي ها دي بقى لهمش جدعانة بقى دي مش جدعانة يبقى عارف الندى مثلاً من عيلته أو قريب أو خاله ويعمل نفسه مش عارف ينهرى بيض اللي تبقى مشكلة العقاب من عبدالربنا حيبقى جامد أمه وابنها أم مش عايز أبنه فعلاً فعلاً موجود عندنا أنا سمعت إن الوزير دلوقتي من وزير الشباب في دعم منه بشكل ما هو حقيقي إحنا عايز أعرف من أول ما بدأنا في مشوارنا ده لقينا ناس جدعان كتير جداً معنا لقينا شباب كتير جداً جدعان لقينا بنات كتير جداً جدعان أنا عايز أقول حالك البنات بتسافر معنا المحافظات وتفضل الساعة واحدة أو اثنين بالليل حد ما نرجع بيسافروا وبيطلعوا معنا يتعاملوا مع الحالات في الشارع ويطمنوهم إن لسه فيه أمل ولقينا كمان مسؤولين كتير جداً بيتعاونوا معنا يعني وزيرة التضامن بتتعاون معنا بشكل كبير جداً وهتستقبلنا في احنا معنا صور سيادة الوزيرة وزير الشباب على الشاشة بيزور الأماكن بيزور الدار عندنا وكمان عندنا كان محافظ سابق تبرع علينا بمليون جنيه لما شاف المجهود اللي احنا بنتعب فيه ونزلنا الشارع جزرنا أكتر من مرة فتبطر إنه هو يتطلع مليون جنيه من صندوق المحافظة ما نكتب عليك أسألك سيادة الوزيرة أشرف صبحي عمل إيه الخطة الإيجابية اللي بعدها هو الدكتور أشرف صبحي حالياً دلوقتي بيخطط معنا إن احنا نعمل مؤتمر نسميه وطن بلا مشرد يدعي فيه جميع الوزراء ده هاشتاج دي الهاشتاج بتاعي اه بالضبط ويدعي فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ويحضر ويعرض عليهم الفكرة بتاعيتنا هو يتبنى المؤتمر كاملاً بقى مالياً والكلام ده كله مصر وطن بلا مشرد هاشتاج كده فياريت الناس تدعم ده وتخش على صفحة بسمة فريق بسمة للإيواء فريق بسمة للإيواء تخش على الصفحة ولو فيه أي بلاغات تقدروا تعملوها ولو فيه أي مساعدات تقدروا تعملوها ياريت تساعدوهم لأنه يعني دي حاجة بصراحة أنا فخورة بكوحات ربنا مشكرك محمول جداً أنا وأسمى وأمير شكراً محمول ربنا جداً جداً لأنت وزمائلك و